اشتركوا في القناة بالباوربوينت وقوالب الانفوغراف الموجودة على موقع عالمكم رابط الموقع رح يكون بوصف هذا الفيديو في البداية اصدقائي رح نقرب اليمين ضمن مساحة العمل ومن تنسيق الخلفية رح ناخدها من هذا اللون رح نتوجه الى قائمة ادراج ومن اشكال رح نختار خط منحنة ورح نقوم برسم الشكل عشوائي بهذا الشكل تمام رح نتوجه مرة تانية الى قائمة ادراج ومن اشكال رح نختار كمان خط منحنة ورح نرسم كمان هون شكل عشوائي تماما بعدها رح نتوجه الى قائمة ادراج ومن اشكال رح نختار مستطيل رح نرسم مستطيل بهذا المكان رح نكرره ورح نحطه بهذا المكان طبعا اصدقائي انا عم حط هذا المستطيل هيك ازا شلت هذا الشكل رح لايه انه ارضية هذا المستطيل على حواف اه مساحة العمل بحيث انا اقص هذا الشكل من الاعلى رح نكررها للجهة المقابلة ورح نكبره بهذا الشكل رح حدد الى ثلاثة اشكال ومن دمج الاشكال طرح لحتى يطلع معي الشكل بهاي الطريقة رح نتوجه الى ادراج ومن اشكال مستطيل ورح نرسم مستطيل بهذا المكان رح حدد هدول ثلاثة اشكال ومن دمج الاشكال طرح رح حدد هدول الشكلين ورح اعطيهم تعبئة متدرجة النوع رح اختاره شعاعي الاتجاه رح اخده دائري والالوان رح اختار هاد اللون وهاد اللون طبعا من اللونين رح اختار التدرج اللوني رح انزل على الخط ورح حطه بلا خط او بدون ايطار رح حدد هاد الشكل ورح اكرره بالضغط على كونترول دي من الكيبورد من تنسيق الشكل تعبئة ورح اختاره بهذا اللون رح اقرع لي باليمين ورح اعطيه النقل الى الخلفية رح اطابق الشكلين فوق بعض ولكن الشكل الغامق رح نزله لتحت شوي ورح اقوم بتكبيره من هون بحيث يطلع معي بهذا الشكل كما هاد الشكل رح حدده رح اكرره بالضغط على كونترول دي رح اطابق الشكلين رح اغير اللون ورح اقرع الشكل باليمين نقل الى الخلفية ورح اخده شوي لهذا المكان واكبره بهذا الشكل تمام هلا اصدقائي رح توجه الى الشريحة الاولى انا عندي هون الشكل اه الصاروخ وعندي هون ايقونتين رح اقوم بتحديده رح اخدهم كونترول سي رح اجيبه لهون رح حطهم كونترول في وهلا رح اضبطهم فقط اماكنهم ورح اقرع عليهم باليمين ورح اعطيهم النقل الى الخلفية بحيث يكونوا خلف الاشكال رح حدد هاد الشكل ورح اكرره الى الاعلى رح اضغره شوي رح اقرع لي باليمين ومن تحرير النقاط رح اجي على النقطة هاي ورح احاول سوية مستديرة بهذا الشكل طه هني ما رح تبين كتير لانه تقريبا هي رح تطلع مثل الغيمة جدا صغيرة رح اقرع لي باليمين ومن تنسيق الشكل النوع طبعا النوع التدرج اه التعبئة المتدرجة رح اختاره خطي من الاسفل للاعلى اللون السفلي رح اعطيه شفافية مية بالمية ولون العلوي رح اعطيه شفافية خمسين بالمية ورح تكرر هاي الغيمة لهذا المكان رح اضغره شوي ورح اقلو بالالوام بس يعني هون رح يكون اللون الغامق هون رح يكون لون الاكشف وهاد رح يكون شفافية مية بالمية وهاد شفافية خمسين بالمية رح توجع لهاي الشريحة رح لاقيها عندي هون شوية نقاط كنترول سي كنترول في رح شير التعبئة المتدرجة رح يفوت تعبئة خالصة من الاسود رح لاقي انه هو مجلد مربع كلياته دوائر بهذا الشكل رح توجع الى تعبئة متدرجة رح اختارها اه شعاعية دائرية من المنتصف رح اختارها من لونين اللون الاول اه ما بدي شفافية يكون فيه واللون الثاني شفافية مية بالمية وطبعا هي هيك رح تكون ولكن انا رح اقربها شوي بحيث تاخد شكل الدائرة بهذا الشكل ورح احطه بهذا المكان ورح اقرأ لي باليمين ورح اعطيه نقل الى الخلفية رح اكرر اكتر من المرة وفي اكتر من الموضع ورح اغير فقط الالوان رح اغير هاد اللون وحطه شفافية مية بالمية طبعا هون رح اضغره شوي رح اعطيه النقل الى الخلفية بحيث يصير معي خلف الاشكال وهاد كمان رح احدده لهون رح اكرره كمان مرة لهون ورح اضغره شوي رح توجه للشريحة الاولى ورح احدد النصوص مع القوائم مع اللوغو ورح اخدهم كنترول سي كنترول في واذا كان فيه اه شوية التعديل للنصوص رح اقوم بتعديل النصوص هيك اصدقائي بكون قمنا بتصميم الشريحة الاولى من العرض التقديمي رح احدد هاي الشريحة ورح اخدها كنترول دي من الكيبورد رح نغير القائمة يعني هاي رح تصير هون وتنسيق هاي القائمة رح يجي على التنسيق هذا النص وهاي رح تكون كباقي آآ القوائم بحيث فقط آآ تتميز معي القائمة اللي انا موجود فيها هدون النصوص رح يطلعوا لبرة بهاي الطريقة يعني ما بديهم يختفوا فيد لا انا بديهم يتحركوا يمين يسار على اسفل متل ما يكون شايفين فانا في الشريحة الاولى بعيفا هون بالشريحة التانية بسحبوا لبرة لانه هلا بدي يسوي الانتقال بيناتهم تحول تدريجي فهنا رح يطلعوا بطلعوا هلا رح نشوف كيف رح احدد الصاروخ رح اصغره ورح حطه بهذا المكان الايقونة هاي رح اقوم بتصغيرها شوي ورح حطها بهذا المكان وهي الايقونة كما رح اصغرها ورح حطها بهذا المكان هاي الغيمة رح اصغرها شوي ورح ارفع لهذا المكان هاي الدائرة ورح حطها بهذا المكان طبعا اصدقائي هلا وقت ننتقل على الشريحة اللي بعدها. هاد الصاروخ هيرتفع شوي وهدول راح ينزلوا. هيك. بحيث يبين معنى انه الصاروخ عم يتحرك لفوق وهدول عم ينزل لتحت. طبعا هلا وهد المشاغل العرض التقديمي راح نشوف كيف. طبعا كله هاده هون بالتحول التدريجي. انتقال تحول تدريجي. هلا زقائر راح نيجي لهون وراح نحدد آآ هدول الانفوغراف كنترول سي كنترول في طبعا انتم فيكن هون تحطوا انفوغراف فيكن تحطوا نصوص فيكن تحطوا اي شيء بتكون اياه بهاي الشريحة. وهاد الانفوغراف راح اخده كنترول سي وراح اجي على الشريحة الاولى. كنترول في وراح انزله لتحت. بهذا الشكل. وراح حدد هدول اشكال. وراح اخده نقل الى واحضار الى المقدمة بحيث يصير معي امام الانفوغراف. وراح اجي لهون. وراح حدد كمان هدول الشكلين. وراح اخدهن احضار الى المقدمة. وقاتل انا بنتقل من هون لهون ان هدول الاشكال الانفوغراف راح يطلعوا من تحت. من ورا هدول الاشكال. راح نكرر هاي الشريحة. واشكال الانفوغراف هدول راح ينزلوا لتحت مرة تانية. آآ الصاروخ راح تفعل شوي. راح ادد هدول راح ينزل شوي معي لتحت. طبعا هاد هدول الشكلين. نقل الى الخلفية بهذا الشكل. وهلا راح نزبط تنسيق القائمة اللي انا الموجود فيها. وراح نجي على هاي الشريحة. راح ناخد الانفوغراف كنترول سي. وراح نجي هنا كنترول في. راح حدد هدول الاشكال. مع ذا يقونات. وراعطيهن احضار الى المقدمة. وراح اخذ الانفوغراف مرة تانية كنترول سي. راح اجي على هاي الشريحة كنترول في. ولكن راح اسحبهن للاعلى. وراح حدد هدول الاشكال. مع ذا الايقونات. وعطيهن احضار الى المقدمة. يعني هدول راح يكونوا موجودين معي هون في الشريحة التانية. وهذا بننتقل لهون بينزلوا وهدول اللي بينزلوا تحت. عارفتوا كيف? هاي الشريحة كما راح اخذها كنترول دي. راح اسحب هدول لفوق. وراح نجيب اه اشكال انفوغراف هدول كنترول سي. ونحطن هون كنترول في. وهي الشريحة بدي اياه هون يكونوا. على اليسار بهاي الطريقة. بحيث يفوتوا معي من اليسار. طبعا هدول النصوص ما اللي يشغل فيهم هون فراح اقوم بحزفهم. ولا هدول راح اقوم كمان بحزفهم. راح اجي لهون راح حدد النصوص. راح احزفهم. طبعا راح اجي لهون وكمان راح نعدل. آآ القائمة. نسخة التنسيق. اجي لهون كمان نسخ التنسيق. وراح احدد آآ الصاروخ راح ارفع على فوق. هدول الشكلين راح اسحبون لتحت بهذا الشكل. هلا اصدقائي راح توجه الى انتقال تحول تدريجي. المدة راح اختار ثانية واحدة. تطبيق على الكل بحيث تصير معي على كل الشرائح. تمام. هلا راح نسوي الارتباط التشعوبة. فرح نجي على القائمة الاولى. راح نقرأ علي باليمين. آآ ارتباط تشعوبة. راح نختار الشريحة اللي انا واقف عليها. والهي هي الشريحة رقم خمسة. هو راح يعطينا معينة بحيث اعرف الشريحة الانواقف عليها. موافق. القائمة التانية. ارتباط تشعوبة. شريحة رقم ستة. ارتباط تشعوبة الشريحة رقم سبعة. ارتباط تشعوبة الشريحة رقم اثماني. ارتباط تشعوبة الشريحة. تماميك اصدقائي. والله راح نتوجه الى عرض الشرائح. من اعدادات عرض الشرائح. مستعرض دون مراقب ملء الشاشة. موافق. وهلا راح نشغل عرض التقديمي معنا ونشوف كيف صار العرض التقديمي. طبعا اصدقائنا متل ما اكون شايفين فتح للعرض التقديمي بهذا الشكل. راح نتوجه الى القائمة رقم اثنين. راح اللي انه لاي انه الاشكال الانفوغراف طلعوا معي من اسفل. والصاروخ ظهر معي لهون. القائمة رقم ثلاتة نزل من فوق. ولكن موجود نزل لتحت محل ماكان والصاروخ طلع له فوق شوي وهدو الاشكال نزله. القائمة رقم الثلاتة اشكال الانفوغرافي اللي كانوا موجودين هنا طلعوا لفوق. وهدول اجوا من اليسار. الصاروخ صار فوق والاشكال صاروا تحت. باي الطريقة فينا كمان نرجح الى شريح رقم واحد ونقلب بين الشرايح بهاي الطريقة وهيكا الزقابة كيفية تصميم واجهة مشروع احترافية وابداعية في برنامج باوربوينت بارتباطات تشعوبية كاما اكون عبدالسلام صالح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته